تعد وزارة الصحة من الوزارات الخدماتية التي تسعى القوى السياسية لتكون من حصتها ومن بين مهمات الوزارة تحديد السقوف المالية للمستشفيات التي توزع وفق رغبة الوزير بناء على مرسوم صادر عن مجلس الوزراء كانت السقوف المالية بالسابق تخضع لما فيها معايير معينة الوزير بيقرر يمكن كان يصير فيه اتفاقات ما بعرف بين القوى السياسية عليها لتصدر بمرسوم المجلس الوزراء صدر اخر مرسوم بال2016 الذي وزع سقوف مالية بدون الية واضحة كيف توزع وارقامه بتوضح انه فيه اجحاف بحق كثير من المستشفيات والمرضة وتركيز على بعض المستشفيات وبعض المواقع على سبيل المثال وبحسب موازنة عام 2016 كان مستشفى أوتيل ديو الذي يحتوي على 430 سريرا يتقاضى 3 مليارات و900 مليون ليرة في حين يتقاضى مستشفى شتورة 4 مليارات سنويا في مقابل 90 سريرا ايضا مستشفى عينوزين الذي يحتوي على 350 سريرا ترصد له 9 مليارات و370 مليون ليرة بينما مستشفى الروم الذي يحتوي ايضا على 350 سريرا لكن موازنته من الوزارة 5 مليارات و100 مليون ليرة هذا التفاوت في الأرقام دفع وزير الصحة غسان حصباني إلى إعداد مشروع مرسوم لتنظيم توزيع السقوف المالية إلا أنه لم يدرج على جدوى الأعمال مجلس الوزراء فعمل على تطبيقه وفق صلاحياته المهم أنه نحن طرحنا بال2017 آلية جديدة اللي هي تاخد بعنا الاعتبار عدد الأسرة الفعلي مش المسجل بالنقابة لأنه الفعلي في مستشفيات بتزيد أقسام وغيرها ما بتعمل تحديث لأرقامه بالنقابة ولم تدرج على جدوى الأعمال تغيرت السقوف المالية وفق القاعدة المعتمدة وبحسب معلومات الجديد تمنع بعض المستشفيات المحسوبة على حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي عن توقيع الموازنة اعتراضا على خفض السقوف وشنت حملة على الوزير أولا الحملة من تقنية واضح أنها حملة سياسية لأنه مجمع أفكار وافتراءات كتير كبيرة ومركزة بمكان ما تستخدم ومع منظومة متكاملة من الردود والمتابعة حملة سياسية على القوات اللبنانية واللي عم ينتقد القاعدة اليوم كان لازم ينتقد عدم وجود قاعدة بالمرة من الأساس ما كان حدا يحكي فيها هذه إضافة إلى ذلك من الطلبات اللي بتجينا والتصرفات اللي عم نشوفها عامة اتضح لأنه كانت تخضع لمحاصصات سياسية أكتر ما هي علمية التعديلات على السقوف المالية أتت بهامش لا يتعدى 20% وهذه أمثلة بسيطة على بعض السقوف المالية لعدد من المستشفيات والفرق بين عامي 2016 و2018 في مغلطات ما يعني لازم نمحيها نحنا ولم نكن مشحفين بحق حتى لنزل سقفهم بالموازنة خلينا للهامش ما يزيد على 20% سعودا أو نزولا حتى ما نخلق خلل كتير كبير بالقطاع الصحي لكن الموازنة ما عم بتزيد موازنة الاستشفى ما زادتها الحكومة من ضمن هالموازنة المحدودة عم نجرب نكون عادلين بالتوزيع مش عادلين للمستشفيات عادلين للمرضى بكل المناطق اللبنانية عم تنقل من المستشفى إلى آخر عم تتنقل من منطقة إلى منطقة لحتى تتعالج بحسب اختصاص المستشفى طبعا في عدة جهات تعترض لأنه يعتبرون فيه مستشفيات محسوبة عليهم سياسيا يمكن ما أخذت حقها ولكن فيه مستشفيات أخرى غير محسوبة على أحد عم تطبب ناس مواطنين ما عم تقدر تطببهم على حساب وزارة الصحالة يعاني القطاع الاستشفائي كغيره من القطاعات العجز وهو في حاجة إلى زيادة موازنته لتزيد التغطية الاستشفائية وعلى الرغم من تنظيم القطاع والسقوف المالية لأن ما قام به حاصباني غير محمي بمرسوم أي يستطيع وزير جديد توزيع السقوف المالية بحسب ما تشتهيه الأهواء السياسية هادي الأمين قناة الجديد